يقول وندعو لهم بالصلاح والمعافات الله ارجقنا وإياكم يقول ابن تيمية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم يقول ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة اليوم سبحانك ربي الله الناس تدعو إلى الفتنة ويعني تشارك في الفتنة في القول والفعل والعياذ بالله والتشجيع وغيره بل المصيبة الأعظم مثل ما نسمع قالوا والآن اللي يعني يجب أن تخرجوا إلى شوارع مصر عشان تحركوا الشارع وترجعوا مرسي على الكرسي ويجب الخروج وهذا الخروج جهاد أرهى يا شيخ خروج وشاعب وهذا مؤيد وهذا معارض كم قتل إلى الآن حقهم اللي حقهم جهاد واللي حق غيرهم نفاق مصيبة يعني سموا الأشياء بغير بغير اسمها يا شيخ هذا فتنة يا شيخ تأمر الناس تخرج بالشوارع وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا وهذا يكسر وهذا يسوي مصاعد مصاعد فتن فتن عظيمة جدا ويقول له هذا هو الجهاد الذي يجب ومن قمات منكم يقول فهو شهيد طيب يا أخي أنت نروح خليك تموت أول واحد شهيد نحن نبيلك أنت تكون الشهيد رقم واحد ليه ما يروح لا 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 هو جالس هنا أو جالس في الكويت أو جالس في بريطانيا أو جالس في الدنيا كلها ويقول للناس اخرجوا إلى شوارع إلى ميدان رابع العدوية الآن يسمونه ميدان جبريل عرفتم ألا ما عرفتم وهذه مصيبة فالخروج واجب الخروج جهاد واللي يموت منكم شهيد طيب يا بسم الله أنت الطاعات فيها إيثار الطاعات ما فيها إيثار الشهادة أنت لازم تحرص أكثر مني على الشهادة تعال خليك تموت أنت الشهيد الأول وأنا وراك الثاني ما عندي مانا لا لا هو يبهو بعيد آمن في سر به في أهله ها في وضع بين نساء يمكن عنده أربع زوجات ها ويقول لأولاد المسلمين يقول اخرجوا وإذا متتم شهداء مصيبة نسأل الله العافية يا أخوان